السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة قاعدة الكسر قبل ما نبدأ في قاعدة الكسر لازم نتأكد تماما ان اتقن الطفل في قاعدة الفتح وانا قلت لكم ان الطريقة دي مش للاطفال بس للاطفال والحضنات والصعوبات التعلم والكبار كمان عايز اقول لكم ان لازم علقاء لقاعدة بتاخد اسبوع اسبوع يوميا لازم يقرأ بالفتح لازم الطفل يقرأ بالفتح خلاص اتقن الفتح يقرأ ويتملى يقرأ ويتملى واملى كمان بعد ما اتقن قاعدة الفتح لازم بعدها قاعدة الكسر قاعدة الكسر بيعرف برضو شكل الحروف بالكسر في اول وفي نص وفي اخر الكلمة وبننطقهاله بطريقة سهلة ومبسطة اي 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 بكسر الحرف بشد بق التحت بحول اشد بق التحت وبشد ايدي لتحت واقوله اي بي تي تي ثي غي حي خي دي زي ري زي سي شي سوي ضي طي زي عي ري في قي كي لي مي ني هي وي يي قاعدة الكسر بعد كده ندي كلمات كراءة بالكسر والفتح مع بعض من ثلاث حروف أول بنبدأ بطريقة مبسطة من ثلاث حروف كراءة وإملة كراءة وإملة زي كلمة را ضي يا راضي يا راضي يا ونحاول نقرأها الأول بطريقة مبسطة وهو يقرأ وراءنا راضي يا راضي يا حافظة 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 ثلاثة بقي 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 أمينة أمينة حاسبة حاسيبة حاسيبة كاريها كاريها لازم اهم حاجة ان نوع له في الكلمات ونجيب له اكبر كمية ممكنة من الكلمات علشان الذاكرة بتاعته تاخد كميات كبيرة قوي خاشية 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 عهدا 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 علما علما أجدا 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 باريق 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 فاهما 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 قيبال قي قيبال 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 ومي نا ومي ومي رابيحة 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 عاجبة عاجبة المفروض اللي احنا بنفضل مش أقل من أسبوع أسبوع في القاعدة الوحدة أسبوع في القاعدة الوحدة ودي كلمات ثلاث حروف مكونة من ثلاث حروف كلمات مكونة من ثلاث حروف بعد كده بعد ما نخلص الكلمات اللي من ثلاث حروف هنبدأ في كلمات من أربع حروف زي كلمات من أربع حروف زي ايه؟